في كنوز بناء الروح عايز أقول لحضراتكم حديث لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلمين حفظينه وبقدم بالمقدمة دي عشان تفتح لي قلبك لأن ساعات الحفظ بيبقى حجاب لما تبقى حافظ حاجة حفظك وتمكنك منها بيحجبك عن الرغبة في الاستفادة منها كأنك لما تسمع قوله والله أحد والإمام بيقراها كده بعد ما يخلص الفاتحة وانت بتصلي جماعة لو بدأ قوله والله وأحد بتقوم قافل عقلك بنعارف حافظ فبيسمول closed mindset لما تبقى بتسمع حاجة تعرفها رغم أن القرآن مليان بالمعاني لو سمعته بقلبك كل مرة ربنا يفتح لك معنى جديد بس الحفظ حجاب كلام سيدنا النبي كده عليه الصلاة والسلام لو سمعته بقلبك وفتحت وقفت كده فقير إلى الله علمني يا ربه يفتح لك معاني كتير النهاردة زاد الروح اللي عايزين نملة بيه روحنا واصل مع الله الراجل اللي جيساء للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أبوك رواه مسلم مين أكتر حد يا سيدنا النبي يشوف أحلى نسخة دايما وأنا معا من شخصيتي أحق الناس بحسني صحابتي البني آدم ده طبقات يا جماعة وشوش بيلبسها ففي وقت بابقى متعصب وقت بابقى عندي ملل وقت بابقى لطيف جدا وبقول لكت وبشارك وقت بخش في حوار عميق بطلع في كل معلوماتي وقت بابقى هادي وخفيف كده وبسمع الكلام ومعاك على اللي انت نفسك فيه أحسن نسخة بقى أطلع أحلى حاجة في كل الحاجات دي مع مين قال له أمك قال له طب ومين كمان قال له أمك حس كده طب معلش ومين كمان قال له أمك انت لازم تتوقف مع النبي وهو بيقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك بعد كده الكلام مش عن الأب الكلام عن الأم النهارده الناس الكرام في العلوم الحديثة يقول لك don't take me for granted يعني ما تاخدنيش بطريقة مضمونة بعض الناس وهو بيعبرلك عن حبه وعايش معاك بيعمل معاك مواقف لو انت مش في أعلى درجات الشكرانية والامتنان تاخده مضمون يعني انت طيب وحنين وما بتعملش معايا مواقف وبتسامحني على طول لو أنا مش مقدر النعمة دي هركنه على جنب لإني لما بغلط في حقه بيسامحني فهاخد مساحة لنغلط في حقه ما بسألش عليه ولا بيسأل فأنا أصلا مشغول فمش أسأل عليه دايما هو اللي بيجيب لي الهدايا يا بنا دايما كل مرة هستنى الهدايا فيقول لك انت خدتني بطريقة مضمونة دي أكتر حاجة بتموت الحب don't take me for granted تد كلمة مشهورة بالنراها على السوشيال ميديا الأمهات طريقة حبهم بتتاخد بطريقة مضمونة لأنه هم لا يستطيعوا مقاومة الحب الطريقة اللي الأم جابت بيها العيال تكوينك من أول نقطة لغاية عظمك ولحمك بيشرب من دمها وبيشرب من غذاها وبطنها بتكبر وحسب حركتك ومع العلم الحديث تشوفك في الصنار والآلام اللي لو ماتت وهي بتخلف تبقى شهيدة النبي قال كده عليه الصلاة والسلام المرأة تموت وبجمع شهيدة وهي بتخلف أو بجمع فانت النهاردة بتتكلم على قصة دراماتيكية عشان تيجي للدنيا كل ده عمل تعلق يخليها بتحبك وبتسمحك وبتجري وراك عشان ترضيك وهي الأم قال له لا استنى فقا اوعى ما تبقاش يقظ وشاكر للحال ده لأن أقل بصة سخيفة وكلمة بصوت عالي وخصام منك والأسوأ بقى الاعتداء اللي أكتر من كده بيكسر قلبها بتبقى متضمارة عشان كده أنا بقرأ في سيار الصالحين بستعجب وانت بتعمل كده ليه معقوق الجمال ده في المعاملة أقرأ مثلا سيدنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يا نهار بيض شيخ الإمام البخاري وتلميذ الإمام الشافعي حاجة يعني نعود نتكلم سنة عن سيرته سيرة الإمام أحمد بن حنبل في كتاب اسمه سير أعلام النبلاء السيرة لوحدة 200 صفحة مجلد فانت النهاردة بتتكلم على واحد من أكبر الناس اللي خدموا أمة الإسلام وطلب العلم والسفر للبلاد عنده مسند اسمه مسند الإمام أحمد فيه 30 ألف حديث بيحكي أحد أصحابه بيقول كنا مسافرين عشان نطلب الحديث فوصلنا لمكان كده في نهر في بغداد وكان النهر عاليا زي ما يكون فيه مد كده فقال له تعبر معي فأحمد بن حنبل قال له لا ليه يا إمام قال له أمي لا تدعني معلش ممكن نتكلم باللغة ماما خايف علي أن أنا لما تحبني أركب أنه لو عرفت أن أنا عديت النهر وهو عالي كده ما تحبش حاجة زي كده وقعد أحمد بن حنبل وما عداش النهر يطلب الحديث وفوت الفرصة دي ليه بلغتنا عشان ماما مش أمه تخاف عليه طمأنينة أطمنها على فكرة سيدنا أبو هريرة محجش لغاية ما أمه ماتت يبدو أن هي كانت عجوزة ومش قادرة تطلع تحج وهي أسلمت في الأواخر لما كانوا في المدينة لأن سيدنا أبو هريرة أسلم بعد سنة سبعة فما رحش مكة إلا بعد ما ماتت ليه مش قادرة طب ما تسيبها حد ياخد بن منها وتطلع أمي الإمام بندار بندار ده شيخ أبو زرعة وأبو حاتم الرازي معاشي الأسامة كبيرة جدا في علم الحديث في العلم عموما يعني كان في بعض السفريات لطلب العلم دي حياتهم يا جماعة كان لا يسافرها إلا إذا وافقت أمه وإلا متوافق قعد جنبها عشان يطمنها هم كانوا فاهمين أولويات إلا ربنا بيحبها وعارفين إيه اللي يبني الروح وإيه اللي يفسد الروح وإيه اللي يخليك موفق مع الله مرزق مع الله مفتوح لك الأبواب مع الله وإيه اللي يخليك مش موفق الأمي غضانة علي وأنا مأثر في حقها عشان كده كان سيدنا الحسن البصري كان يقول النظر إلى الأمي عبادة فما بالك ببرها لو أنا قعدت كده وده سؤال بأسأله لك بمناسبة حسن صحابتي من ضمن الحاجات اللي بتعبر بيها عن الحب إنك تبص بصة رحمة بصة حب بنعملها اللي بيعملها مع امراض واللي بتعملها مع جزها بصة كده فيها ود تعرف تبص لولدتك في عينها وتقول لها أنا بحبك بنظرة بتكسف اتمرن زي ما بنتمرن نعمل حاجات كتير قوي في حياتنا وبنطلع out of comfort zone زي ما بيقول نطلع برا منطقة الراحة عشان تدوّقها مستوى من الحب مختلف وعايز أفكرك بحاجة في آية تحفظها وقضى ربك يعني أمر فرض ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانة اسمعوا وافتح قلبك إما يبلغن عندك ده إذن من ربنا إن أهلك يعيشوا لغاية مكبره وتبقى أنت حواليهم عايشين معاك أو عايش معهم أو تعرف توصلهم بالزيارة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما اسمع عشان دي أمانة ربنا بيؤمنك عليها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما العلماء بيقولوا الكبر الإنسان شخصيته بتستقر فالعيوب بتستقر والمزايا بتستقر مع الضعف فزمان كان فيه عيوب تعرفت إيه تقاومها وهم يقاوموها فتقول لأمك كلمة فترد عليها فهي ترد عليك ده غلط أصلا دلوقتي ما بيتش حتى هي قادرة توجيهك هي بقت قاعدة ومحتاجة حب ورحمة كبرت انت بقت أقوى بكتير ومستغني قوي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن لا تعبر عن ضيقك امسك نفسك حتى لو حصل منهم أي حاجة دايقك ولا تنهرهما المصيبة بقى نقول له كلمة بقى يبقى فيها شيء من التقليل وهو أصلا حاسس أنه عبق عليك لأنه عندك يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فبقول الكلام ده وإحنا في كنوز بناء الروح عشان كل واحد يراجع نفسه وأحلى نسخة طلع مع الغريب ولا طلع مع الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر